من رحم المساعد دبلوماسية يولد اخفاق جديد امام تحركات المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ اخفاق حملته خطة السلام المقدمة على اساس شرعانة الانقلاب وليس حله وتسبب فيه تنصل المجتمع الدولي عن تعهداته وقراراته وعلى رأسها القرار 22-16 تقول الرئاسة اليمنية انه يصعب عليها تسلم خطة محمولة على صيغة التسويات غير الواقعية وغير المنسجمة مع المرجعيات الوطنية والدولية والممهورة بسواد الانقلابات وبذور الحرب خطة تكافئ الانقلابيين وتعاقب الشعب اليمني تضيف الشرعية والتي ظهرت على غير العادة ثابتة وفي موقف موحد وصلب امام الضغوط الدبلوماسية المكثفة ورياح التجاذبات الاقليمية والدولية تكمن الخطة في شرعانة الانقلاب وليس في التخلص منه ومن تبعاته ذلك ما اكدت عليه مصادر سياسية وتحدث عنها محللون ومراقبون باعتبار الخطة نشرت مسربة في عقاب لقاء الرباعية في لندن منتصف سبتمبر الماضي وهي خطة قائمة على ازاحة الرئاسة الشرعية وجعل القوة المحتمية بها على هامش الحل ولم تتطرق لاسباب الحرب وصناعها غير معروف ما اذا ستنجح الضغوط المكثفة على الرئاسة والحكومة في اجبارهم على القبول بالخطة المرفوضة لكن اللهجة الصارمة التي تتمسك بها الشرعية تذهب الى ان الحل السياسي ينبغي ان يؤسس على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن وان اي مقترحات مصيرها الفشل اذا تنست رفض الانقلاب الذي يعد ام المصائب اكثر من ثمانية عشر شهرا انشغلت الامم المتحدة ومبعوثها الخاص في التعرف على شروط الانقلابيين ورغباتهم وظلت تبحث عن وسيلة تحقق بها مطالبهم لكنها لم تلقي بالا لما يريده اليمنيون ولا اكترثت لصراخاتهم منعطف اخر تتفاعل فيه اسئلة كثيرة اذا ما الذي سيترتب على هذا الاخفاق الجديد وما مدى صمود الشرعية في التمسك بموقفها الرافض للتسويات غير العادلة وغير المنسجمة مع المرجعيات وما هي الخيارات البديلة المتاحة امامها وهل بامكان المجتمع الدولي اعادة النظر في خطته وهل بامكان السياسة تبديل حقائق الارض مثل تبديل الاولويات وفق المصالح ام ان الكلمة الاخيرة تبقى للميدان ومن فيه اشتركوا في القناة 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 شكرا